اشتركوا في القناة ان يجيبنا عن متى سوف تحدث ولكن هنا اريد ان انبه المستمع الى بعض الامور المهمة لقد قال علي منصور كيالي انه سوف يذكر لنا الا علامات الساعة الكبرى فقط فذكر لنا خمسة علامات وهي ظهور محمد وكثرة الزلازل والدخان والدابة وخروج يجوج ومجوج وتجاهل البقية بالطبع لانها لا تدخل في سياقة او لم يقم بالبحث اللازم لها هنا اردت ان اؤكد مسألة مهمة ان علامات الساعة عند علماء المسلمين تختلف من شخص الى اخر فمنهم قال انها ستة ومنهم قال انها سبعة ومنهم قال انها تسعة ومنهم قال انها عشرة المهم الاختلاف موجود بين العلماء ولكن ما هو اكيد ان كل العلماء المسلمين متفقين على ان كثرة الزلازل ليس من علامات الساعة الكبرى وانما هي من علامات الساعة الصغرى وهنا علي كيالي لانه يعلم كالعادة ان المسلمين يجهلون هذه الحقيقة فهو يسمح لنفسه لكي يكذب عليهم ويقول لهم ان كثرة الزلازل من علامات الساعة الكبرى ومن العلامات ايضا كثرة الزلازل والاحداث الطبيعية في العالم كما قال علي الكيالي ان علامات الساعة الكبرى موجودة في القرآن وهذا غير صحيح لان هناك علامات الساعة الكبرى غير موجودة في القرآن وموجودة في الحديث الصحيح مثل خروج المسيح الدجال وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وغيرها من علامات الساعة الكبرى لكن المهم هي علامات الساعة الكبرى لماذا؟ لانها وردت في القرآن الكريم والكذبة الثالثة اللي قالها علي كيالي ان من علامات الساعة الكبرى هي ختم الرسالات وظهور محمد اي واحد مسلم عادي يقرأ علامات الساعة الكبرى والصغرى يعرف ان بوهور محمد وختم الرسالات هي من علامات الساعة الصغرى وليس من علامات الساعة الكبرى كيما يقول علي منصور كيالي من العلامات الكبرى بشكل واضح انتهاء الرسالات اذا فلنواصل الان مع هذا الدجال ونرى ما هي اجابته عن متى سوف تظهر هذه الساعة وبانتهاء علامات الساعة الكبرى تكون نهاية العالم قد اقترب هوني نفهم علاش علي منصور كيالي دخل ختم الرسالة وظهور محمد وكثرت الزلازيل في علامات الساعة الكبرى رغم اللي كل علماء المسلمين متفقين على ان هذا مزوز حاجات من علامات الساعة الصغرى دخلهم بشوهم المسلم العادي انه فما بعض علامات الساعة الكبرى قد تحققت وهذا كذب على خاطر المسلم العادي ما يعرش علامات الساعة الكبرى هاني بش نحاول نعطيكم فكرة على علامات الساعة الكبرى رغم اللي كيما قلتلكم العلماء يختلفون فما اللي يقولوا ستة فما سبعة فما عشرة المهم نعطيكم اللي متفقين عليها العلماء المسلمين وهي طلوع الشمس من المغرب هذه من علامات الساعة الكبرى ظهور الدابة الدخان ظهور المسيح الدجال او ما يسمى لعور الدجال نزول عيسى بن مريم ظهور المهدي وخروج يجوج ومجوج انا ذكرتم طريقة غير مرتبة يعني هذوما مثلا سبعة علامات ولا علامة اتحقت ما فما حتى علامة من علامات الساعة الكبرى قد تحقت بشي جينا هوني علي الكيالي ويكذب علينا ويقول لنا ان ساعة قريبة هو كذب في كذب يهم بها لعبات البساطة عقليا ونسمعوه اشنو يقول ونحاولو بشي ردو عليه على حسب انه قط اللي قالها واللي نشوف فيها تحيل وكذب وخداع منذ زمن موسى عليه السلام الله يقول لموسى ان الساعة اتية اكاد اخفيها ماذا يعني اخفيها اي اظهرها عكس المعنى تماما هنا علي الكيالي كالعادة يتلاعب بالالفاظ القرآن ويزور القرآن ويفسره كما يريد يقول ان الاية القرآنية في سورة طه اللي تقول ان الساعة اتية اكاد اخفيها انها يقصد باخفيها اي اظهرها ما فهمت شانا علاش معنتها بدل المعنى بتاع هذه الكلمة رغم اللي وقتا نرجع لجميع التفاسير واقوال الصحابة خاصة من العباس يقول ان الساعة اتية اكاد اخفيها يعني لا اظهر عليها احدا غيري وفي مصحف في مصحف ابي يقول اكاد اخفيها من نفسي اي هذه الاية المقصود بها يعني حتى الروح يخبها يخبها لقد كاد ان يخفيها يعني قابق اوسيني او ادنى يعني شوية هكا ويخفيها حتى عن نفسه اذا هوني علاش علي الكيالي حسب رايكم يزور في القرآن ويبدله في المعنى ويسفه في كل علماء الامة ويسفه في الصحابة ويسفه في محمد نفسه حين نزول القرآن من 1400 عام عاد القرآن واكد اقتراب الساعة فبداية صورة القمر اقترب اقتربت الساعة وانشق القمر ايات اخرى وما يدريك لعل الساعة قريب الى ان يقول القرآن الكريم في الاية الواضحة ازفت الازفة ازفت الازفة اي اصبحت وكأنها على مرمى البصر اي اقتربت جدا جدا هذا الكلام مضى عليه 1400 عام اذا هوني علي الكيالي بدل تفسير الاية على حسب هواه لكي يقنع المسلم العادي ان الساعة قريبة وهذا اسلوبه واسلوب اي عالم دين ديما اي عالم دين تسأله وقت الشاعة يقول قريبة حتى محمد عنده 1400 سنة وقته سألوه قال لهم قريبة حتى فم حديث صحيح معروف يعني رواه الامام مسلم في صحيحة يقول ان رجل فمت كان معه هولام جاء لمحمد وقال له متى تقوم الساعة ياخش قال له محمد هذا حديث صحيح مياه في المياه ومعنته ولا نقاش فيه شنو قال له محمد قالوا ان يعيش هذا الغلام فعساء لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة احنا نعرف ان الاعرابي مات والغلام مات وتعدات 1400 سنة ثواء والساعة ما قامتش اذا علماء المسلمين كيفاش عملوا بش ينقضوا ماء الوجه ويظهروش اللي محمد كان يكذب عليهم قالوا ان المقصود بقيام الساعة هو قيام ساعة الاعرابي يعني وقته يموت الاعرابي تقوم الساعة متاعه ما كانش يقصد بالقيام الساعة الحقيقية اللي هي ما يعرفها حد كان الله على حسب الاسلام وفما حديث اخر ايش يقول فيه محمد يقول بعثت انا والساعة كهاتين وعشار مع انتها بزو السوابع اذا هوني هذا شي طبيعي شي طبيعي انه اي واحد يدعي النبوة او يدعي الرسالة انه يقول لهم الساعة قريبة بش يخوفهم بش يرعبهم بش يخليهم يؤمنوا بي اذا هنا علي كيالي لم يخرج عن هذه القاعدة واستعمل نفس الاسلوب الخبيث منتاع الانبياء ومنتاع علماء الدين هو تخويف الناس وترهيبهم بش يصدقوهم وبش يتبعوهم هذا كعليش علي الكيالي بدل معنا الآية وقال ان الآية يقصد بها الظهور ليس الاخفاء وجابنا آيات اخرى تؤكد ان قيام الساعة امر جدا قريب ولكن حتى حد ما يعرفها كان الله على حسب الاسلام اسمعوش يقول علي الكيالي ويؤكد هذا الكلام بالفعل لكن علمها الحقيقي هو عند الله فقط حتى الرسل الكرام ليس عندهم اي معلومة فقال صلى الله عليه وسلم حين مسؤول عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل تهيك ما يعرفها كان الله وحتى الانبياء والرسل وحتى محمد وحتى الملائكة المقربين وحتى هو على نفسه كاد أن يخفيها عن نفسه ما يعرفها حد إذن علش تصدعوا فينا وتحكيونا عالساعة تخليوها حتى تجي من بعد تحكيو فيها انتو منهار كل الساعة قريبة الساعة قريبة الساعة قريبة وهي كلمح البصر وهي كلمح البصر تي عندكم آلاف سنين وانتو ما تقولوا هي قريبة إذن ما تلوموش على هادوما مثلا المياعد ما قالوا الساعة بيش تكون يوم القيمة بيش تكون عام 2012 انتو ما تلومو على الاخرين اللي هما ما قالوش الحقيقة حول الساعة علش انتو ما بيدكم نفس الشي تعملوا قاعدين تعملوا في نفس الشي تكذبوا على عباد وتقولوا لهم الساعة قريبة وهي توا قريبة جي وهو توا قريبة جي وتوا الف واربعمائة سنة وبعد تتعدى مئة تلف سنة هذه الذكرني حكاية في الحقيقة ذكرني نكتة هي نكتة الضحك فهمت؟ قال لك فيما واحد اظهر له الله يخي سألوا قالوا يا الله شنو بالنسبة ليك مئة مليار عام؟ قالوا بالنسبة لي مئة مليار عام لحظة يخي قالوا يا الله شنو بالنسبة ليك مئة مليار؟ قالوا بالنسبة لي مئة مليار عبارة على دينار قالوا به يا ربي ما لك هي مع انت عبارة على دينار؟ عطيني دينار عطيني مئة مليار يخي قالوا الله يعني قالوا لحظة يعني استنى مئة مليار عام نفس الشي يقول لك الساعة قريبة قريبة بالنسبة لي هو يمكن فبالنسبة اليهم الموهوم هي قريبة وهي كلمح البصر ولا كدقيقة بالنسبة لي نحن مليارات 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 السنة إذن هذه مع أنت يجي عليك يالي ويقول لك أن الساعة قريبة ويجي يبدأ يزور لك في الآيات القرآنية ويجي يدخل لك في ظهور محمد والرسالة وختم الرسالة وكثرة الزلازيل اللي ليس لها أي أساس من الصحة ويقول لك من علامات الساعة الكبرى ويقوم بكل هذه التمثيلية وبكل هذا التزوير بش المسلم العادي وقتا يسمع الكلام يخاف ويتصور اللي الساعة قريب بشتوقع واليوم القيامة قريب بشتوقع يصدق عليه الكيالي أول حاجة ويعمل له جام ويعمل له مع انتها لايك فهمت ويتقاسم الفيديو متاعه وفوق ذاك الكل يمشي صلي ويمشي خاف من الله وكل شي يقول لك كهو قريبة تقوم الساعة ويخليه ينسى الدنيا متاعه هذه اللي هي أهم شي ان هيعيش في الدنيا هذه وان هيكون روحه بشتشوفوا الأساليب اللي يستعملوها هؤلاء الدجلة بالنسبة لي أنا أي عالم دين ولا علي الكيالي ولا محمد بيدو لكلهم تجار تجار شنو الفرق الفرق ان علي الكيالي كيما نقوله احنا بعبوس كبار فهمت وعلماء اخرين مثلا عندهم وهرا وعندهم واحد لكلهم يتاجروا بالدين ويضحكوا على ذوقون الناس ويلعبوا بمخاخهم بشي صدقوهم وبشي رعبوهم وبشي قولوهم اللي معنتها الساعة قريبة اذا يا سيلكيالي انت سألت سؤال متى قيام الساعة ومعطيتنا حتى اجابة وفيت الكلام بتاعك بالقول ان الساعة ما يعرفها لا رسول ولا بلك مقرب ولا حتى حد ان علمها عند الله والعلامات الكبرى حتى علامة ما تحقت بعد وانتو ما تعرفوا كي ترجعوا الاحاديث والديل الاسلامي يقولك عندما تحدث علامة واحدة كبيرة من العلامات الكبرى الباقي يتسلسلوا بسرعة يقولك حتى كيما السبحة وقت تتنحى منها حبة تتبحى الحبات الاخرى اذا العلامات الكبرى لم تظهر منها ولا علامة اذا هذه قيام الساعة ليس لها اي اساس من الصحة وهي مجرد في مخيلة من يؤمنون بها ومن يتخيلونها وما هي الا كذبة من كذبة محمد وكذبة الانبياء الاخرى خطر مش هو اول واحد تتكلم عن الساعة كما قلت لكم كل نبي يجي يقول راي ساعة قريبة وهذا امر عادي بشي خوف العباد بشي تبعوه بشي يمنو به اذا نختم هذا الفيديو بهذا القدر ونواصله مع فيديو قادم وبسلامة ترجمة نانسي قنقر